أين تاك إن مينم لبن يومون في حياتي داس لبن هي الحيات فوم موغن بس تور ناكت من الصباح فوم موغن در موغن الصباح حرف جار فون دا إمن بلوس داتيف إلا الليل دي ناكت هو الليل حرف جارت سو دا إمن يكون بلوس داتيف يوم يبدأ على الساعة السابعة صباحا بيجنت هو الفعل بيجينا يعني بدأ يبدأ دير تاك وهو اليوم أستيقض أو أنهض من السرير وأذهب إلى الحمام أو شتين هذا الفعل تستخدمه في سياق النهوض من السرير عندما تستيقضه داس بادو تسمى وهو الحمام إن سبادو تسمى قيل الذهاب إلى الحمام أميش تسو واشن لكي أغتسل الفعل زيش واشن يعني غسل بلوس أكوزاتيف دي تسين تسو بوتسن وتنظيف الأسنان يعني لكي أغتسل وأنظف الأسنان دي تسين بوتسن تنظيف الأسنان بوتسن يعني نظف ينظف دي تسين الأسنان دان تسيو إيش مش أن ثم أرتدي ملابسي الفعل هنا هو زيش أنتسين يعني ارتدى ملابسه أم أخت أور فشتوك إيش على الساعة الثامنة صباحا أتناول وجبة الإفطار فشتوك يعني تناول وجبة الإفطار إيش اس بوت مت مارميلادة أتناول الخبز مع المربى دي مارميلادة هو المربى أم تترى أينو تسة تي ودا كافي يعني وأشربه كوبا من الشاي أو القهوة دير تي الشاي دير كافي القهوة دي تسة وهو الكوب يعني بعد الإفطار يعني أجهز نفسي أو أستعد للعمل هذه العبارة تعني بعد وجبة الإفطار يستعد للعمل على الساعة التاسعة صباحا أذهب للعمل أذهب بواسطة الدراجة الهوائية هي الدراجة الهوائية أو المترو أو المترو الأنفاق حرف جرمت دائما بلوس داتيف ونستخدمه مع وسائل النقل تستخدم الفعل فاغا للتعبير عن الذهاب إلى مكان ما بواسطة وسيلة نقل معينة كان في هذا المثال الدراجة الهوائية أو المترو بايدر آبايت يعني في العمل بايدر آبايت حرف جر بايدا إمن بلوس داتيف شخيب إيش إيميل أكتبوا إيميلات أو رسائل بريد الإلكتروني آبايت أن دوكومنتن يعني أعملوا على مستندات آبايتن آن يعني عملوا على حرف جرم هنا بلوس داتيف دوكومنتن يعني المستندات ولأن عندنا الداتيف أضفنا إليها حرف آن شبريش مت كوليغن ان بشبريشونجن اتحدثوا مع الزملاء في الاجتماعات شبريشن يعني تحدث يتحدثوا داتو دي بشبريشونجن وهي الاجتماعات دي كوليغن الزملاء وأنجزوا مهام مختلفة ضمن الفريق هذه الصفة تعني مختلف أو متنوع هذا الفعل معناه أنجز أو أكمل دي أفغابن وهي المهام إم تيم يعني ضمن الفريق داس تيم هو الفريق على الساعة الثانية عشر دهران أقوم بأخت استراحة الغداء دي متاكس باوزة استراحة الغداء دي باوزة هي استراحة أتناول غدائي أحيانا داس متاكس باوزة هو الغداء منش مال يعني أحيانا دي كامتينة وهي كافتيريا أو مطعم يمكن للمرأ تناول الطعام فيها توجد في عدة أماكن مثلا المدارس أو أماكن العمل أو أجلبه معي من المنزل من المنزل تعود على الغداء متبريغن يعني جلب معه أو أخضر معه نخدر باوزة بعد الاستراحة دي باوزة عبايت إيش فيتا وواصلوا العمل أكملوا العمل بس 17 او حتى الساعة الخامسة مساء بس تعني حتى أعود إلى المنزل على الساعة السادسة مساء منش مال تخيف إيش فخويند أحيانا ألتقي بالأصدقاء تخيف يعني إلتقي يلتقي أو دا مخوش بورت أو أمارس الرياضة أم نونتسين أور إيش إيش سو آبند يعني على الساعة السابعة مساء أتناول وجبة العشاء سو آبند إيشن تناول وجبة العشاء إيش كخ يعني أطبخوا كخ طبخة أو أطلبوا الطعام بشتال يعني طلبة تستخدموا في سياق الطعام عندما تطلبوا الطعام نخدم آبند إيشن يعني بعد وجبة العشاء داس آبند إيشن وجبة العشاء إنشبان إيش مش يعني الصرخي أو أستريح هذا الفعل معناه الصرخة فعل بلوس أكوزاتيف وشاهدوا التلفاز الفعل فرنزين فعل منفصل معناه مشاهدة التلفاز أو أقرأوا كتاب أين بوخ لزن قرأة كتاب شبتا أم آبند لاحقا في المساء شبتا لاحقا در آبند المساء جيجن 21 Uhr يعني حوالي الساعة التاسعة مساء جيجن تستخدموها مع الساعة وتعني حوالي ماخ إيش مش بتفاتيش يعني أستعدو للنوم سيش بتفاتيش ماخن هذه العبارة معناها استعدى للنوم إيش تسي من شلافانزوك آن أرتدي بيجامتي أو بدلة نومي در شلافانزوك وهي البيجامة أو بدلة النوم سيش تسين يعني ارتدى بفور إيش شلافن غير قبل أن أذهب للنوم منشمال انشايد إيش مش أحيانا أقرر منشمال أحيانا ذيش انتشايدن فعل انعكاسي بلوس اكوزاتيف معنى قرر يقرر غويق موزيك تسهورن يعني الاستماع إلى موسيقى هادئة غويق يعني هادئ أو هادئة في هذا الصياق دي موزيك الموسيقى التي تساعدني على تهديئة أفكاري دي جيدانكن وهي الأفكار بغويق يعني هادئة عن أدن يعني في أمسيات أخرى فندو إيش انتشبانو دارين يعني أجدو الاسترخاء في دي انتشبانو يعني الاسترخاء مير أين فارنزيزندو أنتسوزين يعني مشاهدة برنامج تلفزيوني دي فارنزيزندو وهو البرنامج التلفزيوني ذيش أنزين يعني شاهدة يشاهدو بلوس داتيف